بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذة المستوى الرابع ابتدائي الأعزاء مرحبا بكم في حصة ثالثة من درس في مادة الرياضيات بعنوان القسم 2 أنجزوا التمارين 8-19 وبعد إتمام الإنجاز عودوا إلى الشريط لتتأكدوا من إنجازتكم إذن فلنبلغ على بركة الله أن ثامنا أنجزوا العمليات التالية في دفتري ثم أكمل 98 مقصومة على 3 إذن 98 مقصومة على 3 إذن أولا نحصر المقصوم بين المقصوم عليه في 10 وفي 100 إذن 3 مضربة في 10 أصغر من 98 و98 أصغر من 3 في 100 إذن الخارج تكون من الرقمين إذن أخذ الرقم الثاني والأرقام أخرى إن كانت أمامه ليست أنه أرقام أخذ 9 9 كم فيها مرة 3 ثلاثة 3 مضربة في 3 تسعة من تسعة يبقى صفر نزد بثمانية 8 كم فيها مرة 3 إثنان 2 مضربة في 3 ستة من ثمانية تبقى إثنان ونقول بأن هذه العملية عملية غير مضبوطة لأن الباقي إثنان ننتقل إلى إذن فالحارج هو إثنان وثلاثون والباقي هو إثنان ننتقل إلى العملية الثانية 106 مقصومة على 4 أولا نقوم بحصر المقصوم 106 محصورة بين 4 في 10 و4 في 100 الخارج تكون من الرقمين أخذوا الرقم الثاني والرقم الذي أمامه الثالث إذن نقول خريطكم الرقمين أبدأوا بعد الأرقام المقصوم من اليمين واحد إثنان 6 هي واحد والصفر هو إثنان وأخذوا الأعداد التي عن يصاري السفر إذن عشرة 10 كم فيها مرة 4؟ 2 2 مضربة في 4 8 8 من 10 تبقى 2 أنزل ب6 26 كم فيها مرة 4؟ إذن 6 6 مضربة في 4 24 24 من 26 تبقى 2 إذن هذه العملية هي الأخرى عملية غير مضبوطة و26 خارج غير مضبوط لقسمة 106 على 4 لأن الخارج هو 26 والباقي 2 ننتقل إلى العملية الثالثة إذن 205 مقصومة على 5 25 محصورة بين 5 في 10 و 5 في 100 الخارج تكون من رقمين أخذوا الرقم الثاني والرقم الذي أمامه 0 والإثنان هي 20 20 كم فيها مرة 5؟ 4 في 25 من 20 يبقى 0 أنزلوا ب5 5 كم فيها مرة 5؟ 1 مضروف في 5 5 من 5 يبقى 0 ونقول بأن 41 هو الخارج المضبوط لقسمة 25 25 على 5 لأن الباقي 0 إذن ننتقل إلى العملية الرابعة 312 مقصومة على 6 إذن نقوم بعملية الحصر حصر المقصوم 312 محصورة بين المقصوم عليه في 10 ثم المقصوم عليه في 100 الخارج تكون من رقمين إذن أخذوا الرقم الثاني والرقم الذي أمامه 31 كم فيها مرة 6؟ 5 5 مضروف في 6 30 من 31 يبقى 1 أنزلوا بـ 2 12 كم فيها مرة 6 2؟ 2 مضروف في 6 12 من 12 يبقى 0 والعملية كما تلاحظون مضبوطة لأن الباقي هو 0 ننتقل إلى النشاط التاسع وهو عبارة عن مسألة قطع طائر مهاجر 134 كم في 6 ساعات ما المسافة التي قطعها الطائر في ساعة واحدة؟ إذن أولا سنقسم المكان الذي سننجز فيه العملية إلى مكان خاص بالحل وآخر حاص بالعمليات لأن هذه مسألة ويجب أن تتمرنوا على هذه الطريقة دائما إذن عندنا المسافة التي قطعها الطائر في ساعة واحدة بالكيلومتر ثم نكتب العملية على السطر هي الأولى ثم ننجز العملية في المكان خاص بالعمليات إذن 134 كم فيها مرة 6؟ نحصر المقصوم بين 6 في إذن هنا في عجرة و6 في 100 إذن 134 إذا الخرج تكون من رقمين إذن أأخذ الرقم الثاني والرقم الذي أمامه إذن 13 كم فيها مرة 6؟ إذن 2 2 في 6 12 من 13 يبقى 1 أنزلوا بـ 4 14 كم فيها مرة 6 2؟ 2 مضربة في 6 12 من 14 يبقى 2 لنرى بأن العملية غير منضبوطة سنحاول أن نستمر إذن هذا 2 هو وحدات سنحوله إلى أعشار إذن سنقسم الأعشار إذن نضربه في عشرة أصبح عشرون ونضع الفاصلة ونقسم عشرين أعشارا على ستة تعطينا ثلاثة ثلاثة مضربة في ستة ثمانية عشر من عشرين تبقى إثنان مراحل بأن الباقي تكرر بأن العملية لن تتوقف وسوف نجد ثلاثة 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 عن اليمين دائما إذن فنجيب برقمين عن يمين فاصلة إثنان وعشرين فاصلة ثلاثة إذن المسافة التي قطعها في ساعة واحدة هي إثنان وعشرين كيلومتر فاصلة ثلاثة تقريبا نمر إلى النشاط العاشر وهو أيضا عبارة عن مسألة باعت فلاحة دجاجتين بثمان إثنان وثمعينها درهما للدجاجة الواحدة واشترت من المبلغ كله تسعة كتاكيت بنفس الثمن للكتكوت الواحد ما ثمن الكتكوت الواحد إذن هنا عندنا عملية للنازمة أولا العملية الأولى إذن أولا نقسم المكان الذي سنعمل فيه إلى مكان خاص بالحل وآخر بالعمليات إذن أولا يجب أن نحسب المبلغ الذي حصلت عليه من بيع الدجاجتين إذن ثمن بيع الدجاجتين هي اثنان وسبعون مضربة في اثنان لا أظن أن هذه العملية يعني تتطلب وضعا لأننا يمكننا إنجازها على السطر اثنان مضربة اثنان اربعة واثنان في سبعة أربعة عشر إذن مئة واربعة واربعون درهما الآن ثمن الكتكوت الواحد لأنها اشترت بهذا المبلغ كله تسعة كتاكيت لها نفس الثمن للكتكوت الواحد إذن سأقوم بعملية قسمة إذن ثمن شراء الكتكوت الواحد بالدرهما مئة واربعون مقصومة على تسعة نقوم بالعملية إذن مئة واربعون مقصومة على تسعة نحصل مئة واربعون إذن تسعة في ما بين تسعة في عشرة وتسعة في مئة الخارج تكون من رقمين إذن واحد واحد من ضربه تسعة تسعة من أربعة تسعة تبقى خمسة أنزل بأربعة أربعة وخمسون كم فيها مرة تسعة ستة ستة من ضربه في تسعة أربعة وخمسون من أربعة وخمسين يبقى صفر إذن ويكون ثمن كتكوت الواحد هو ستة عشر درهما بهذه المسألة ننهي حصتنا ودرسنا وإلى فرصة أخرى بحول الله شكرا شكرا